يا سادة صفحتنا اللي دايماً بتكون وصل بنا وبينكم صفحت بنامجنا ولا تعسروا اللي بدايماً بتوصلنا بحضراتكم بتجعلنا دايماً معاكم في فضل وبركة ونور زي ما انتو سبتونا نور من أنواركم بأسئلتكم المباركة واحنا بنخصص له وقت زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عشان نجاوب عليها السؤال الأولان اللي وصلنا بيقول ايه؟ عندي ابني عنده سبعتاشر سنة مضمن لعبة على التليفون اللي هي للأربعة وعشرين ساعة السماعات في ودانه للأربعة وعشرين ساعة السماعات في ودانه لدرجة ظهره نحنى من قعدة التليفون ده كلام أمهاتي بس برضو ممكن طبيياً يكون حصر يبقى ظهره نحنى من قعدة التليفون وهو اسمه معتز كفاية كده معتز كفاية ما تزوديش عن كده وهو اسمه معتز يا ريت يا شيخ تفوقه من اللي هو فيه ده والده مخليه يشتغل معاه ممكن الزبون يسيب المحل ويمشي لما يشوفه مش شايف شغله كويس طيب الحقيقة يعني اللي حضرتك بتقولي ده هو حال كثير من أولادنا ليه بقى؟ يبدو والله أعلم يعني احنا محدش نزعج يعني يبدو والله أعلم ان احنا كان يجب ان احنا كأباء وأمهات نؤهل لهذه اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية اللي هي ايه اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية؟ جيل زي هذا جيل الألفية هذا الجيل أنا آسف يعني جيل له سمات مختلفة تماما عن سمات جيل التسعينات والثمانينات حتى والسبعينات لأن دولة لسه أظن جيل التسعينات وجيل السبعينات أظن ان أولادهم المفروض ان هم كبروا على ان هم يبقوا من جيل الألفية شوية أو حتى ممكن ندخلهم معه ايه يا سيدي الحكاية؟ الحكاية ان احنا عندنا جيل مختلف تماما انت كده بتشرع عنهم اللي هم بيقولوا لا 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 خارس احنا بنحل دلوقتي احنا مش دلوقتي انا مش بجلم عارفين ايه أكتر حاجة ممكن معتز يخليه ما يسمعش كلامي حضرتك ان هو ما يفهمش اللي أنا فهمه آه يبقى أول حاجة بنصح حضرتك قبل ما بنصح معتز ان انت تفهمه معتز لأنه معتز محتاجه يتفهم طيب زي ما رسول الله كده كان فهم سيدنا أنس وحدة تنامي من فهمه لسيدنا أنس فسيدنا أنس بقى قس سيدنا أنس مين بقى سيدنا أنس والدته لأنه هو شخص شخصية مستقلة وبين عليه انه هو يبقى حاجة مهمة والدته راح تعمل ايه والدته لحضرت النبي عشان يفضل معاه كده فيتعلم منه بالملاحظة بالمعايشة يعني هي رحته عشان يتربى بالمعايشة مع حضرت النبي فيقول خدمت رسول الله عشر السنين فشوفوا ملاحظة في سيدنا أنس فلم يقل ليه لشيء فعلته ليه ما فعلته ولا لشيء تركته ليه ما تركته فعل كده ما تعلمش من حضرت النبي لا اتعلم وعشان كده أنا بقول لحضرتك أن السيد معتز وانت سمعني يا سيد معتز هو عنده صفات مختلفة عنده صفاتين أولى لحضرتك من الصفات يعني مش دي صفاتين بس لكن في صفاتين مهمين أن حضرتك تعرفيه في السياق ده الصفة الأولانية أنه هو شديد الصلة بالمشاهدة بيحب المشاهدة جدا إحنا كنا عندنا شديد الصلة بالخيال والصورة هو شديد الصلة جدا جدا بالمشاهدة بيحب يشوف يحب دايما أن يشوف وهو شايف أنه هو قادر على التعلم الحر يعني هو قادر أنه هو يستفيد لوحده كده فهو وعاده مع التليفون هو بيقول أنه هو قادر يميز ما بين الثواب والخطأ وقادر يتعلم من الحاجات اللي هو بيشهدها حتى لو كانت لعبة هو بيقول كده أنت حضرتك بتقول له لا لعبة يعني لعب هو بيقول لك لعبة لا الإنسان يستطيع أنه ينتفع بكل حاجة حتى لو كان اللعب حضرتك بتقول له لا أنت بتكذب هو بيقول لك لا أنا بتكلم بجد فحنا عندنا وجيتين نظر دلوقتي الوجهة أنت النظر بتقوله أنه هو ممكن يستفيد من اللعب من اللعبة دي بيستفيد إيه؟ لو قعدت معي يقول لك أنا باستفيد استراتيجيات باستفيد تكتيكات باستفيد كذا فمش هتلحق عليه فهتسمي اللي هو بيعمله ده طلماضة وأنه هو بقى ضلالي وأنه هو بقى بيحور لا هو ده اللي بيعتقده بس احنا مش قادرين نفهم ده لأن الفكرة النسبية خلت الإنسان ممكن يقول أنه هو يستطيع أنه ينتفع من أي حاجة أي أن كانت الحاجة دي طيب دي بدي أول حاجة الحاجة التانية أنه لما لاقي ابني قاعد على اللعبة 24 ساعة فبداية الحكاية دي هي شكل من أشكال الهروب وهو بيهرب من شوية حاجات أول حاجة أنه هو بيهرب من عدم الاهتمام أو بيهرب من تصور أنه أنت مهم عندي لمعنى معين والمعنى ده مش فيك فبيروح هو يلعب لعشان يجد نفسه مهم دي بأول حاجة أنه هو هربان أنه محدش ملتفت له أو هو هربان لأن حد قاله أنت هتبقى مهم عندي لو أنك أنت متفوق أو أنت بتسمع كلامي أو أنت مشارك معانا متعبنا فمحدش قبله كده حاف لازم هو بيدفع حاجة عشان يتقبل والمشكلة عند جيل زيت هو مسألة مهمة جدا أن هم بيحبوا أن هم يتقبلوا زي ما هم هم شايفين كده أن كل واحد فيه حلوت وجماله فعايز يتقبل زي ما هو الحاجة اللي بعد كده أنه قاعد في الوقت ده كله لأنه هو في الحقيقة ما تعلمش إزاي يستثمر حياته فهو إيه اللي حاصل فبيستثمر حياته في متعة أو بيحصلها وخاصة أنه أنت بتكلميه بيقولك أنا ما مأزيش حد مش ده أحسن من أن أنا أروح أأزي نفسي أو أأزي غيري فأنت لازم تفهمت ده كله آخر حاجة عنده أنه قاعد كده لأنه شايف أن الحاجات دي بتثيره وهو شايف أن الحاجة دي أحسن إصارة من الحياة اللي هو بيعيشه طب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة ببساطة خالص إحنا لازم نقدم له بدايل والبدايل دي تكون بدايل حقيقية إيه رأيك إن البدايل دي تكون إنه هو نقعد مع بعض ونسمعه وبيعرض وجهة نظره في الحياة وجهة نظره في اللي بيتسمع وجهة نظره في الأغاني وجهة نظره في حاجة نسمعه ومش من أول مرة أصلي يجي مثلا في البيوت يقولوا إحنا والله يعني إحنا عملنا كده وما وصلناش لنتيجة مش من أول مرة إحنا عندنا الولد بقى له سبع سنين، ثمان سنين، عشر سنين هو قاعد إنت نفسك بسمياه مدمن فلازم هو يتعود إنه هو ياخد على حاجة تانية اسمها المشاركة فلازم هو نعوده على إنه هو يبضي رأجه ومسمعه ومفيش منع إنه إحنا نفتح قضية ونقول عن نسمع كلام معتز المراضي ومعتز يتكلم نقول له والله الكلام ده مهم جدا جدا وما تبقاش الأوقات طويلة جلزي ما بيحبش الأوقات الطويلة يبقى إيه اللي حاصل نقول له تعالى ونكمل المرة التانية فيجد المسألة المرة التانية كويسة ونبتدي نتداخل معه في الحوار ونبتدي نطور الكلام ده معتز أنت في الحقيقة محتاج أن أنت ما تبقاش روبوت روبوت أنت محتاج تبقى إنسان طبيعي فلازم تكون مع أهلك هما لو مش قادريني يفهموك ابتدي أنا قلت لوالدة حضرتك أن هي تسمعك ممكن بعد إذنك تخصص لها نص ساعة كل يوم تعرفها عليك هي محتاجة تعرفك لأن هي لو عرفتك ممكن هتشوف فيك حيات حلوة كتير وأنا هاخد عرض عليها أن هي تسمعك لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدر الأطفال وانت مش طفل انت شاب ملو العين لو سمحت تروح كلمها وما تخافش أنا عارف أن انت تقول لي هي ما تسمعش كلامي بتدنرفز من كلامي روح كلمها ولو سمحتي يقبلوا كلامه لأنه كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن راعياتي يا سادة فاصل ونرجع نكمل معكم أسئلتكم المباركة ولكن بعض الفاصل رجعنا حضرتكم مع أسئلتكم المباركة اللي بتملاق قلوبنا سعادة بالمشاركة معاكم والوجود معاكم في مجلس العلم وأنوار ربنا سبحانه وتعالى وتتنزل علينا وتبرك قلوبنا وتفتح أفاق جديدة جدا جدا لرؤية الحياة من عند الله السؤال بيقول ما حكم ترك الزوج لبيته ورعايته مفروض ورعايته يعني والذهاب للقهوة وطلع بالشطرنج كل يوم من بعد المغرب إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل مع العلم أنه بيقول ده حقي أريد أن أرقف أرفع عن نفسي أنتم ما تعرفوش إلا أنا فيه من ضغوط العمل طبعا هي بتقول ما حكم ترك الزوج لبيته طبعا إحنا ممكن الأسهل إن إحنا نقول إن ده كله حرام بس الأهم إن إحنا نزل إزاي نحل المشكلة دي إحنا عندنا شخص عنده ضغط في العمل فبيقرر إنه هو يعمل حاجة استلح عليه الرجالة أنا عايز أفصل ولما تسأله عايز أفصل إزاي يقولك أنا عايز أشد الكوبس أشد الكوبس يعني أنقطع عن أي حاجة ليه علاقة بالعمل وأعيش ساعة ولا اتنين ولا تلتة فبتسرح منه إنه هو يعيش إيه المدة دي من صباحة صلاة المغرب يعني دلوقتي المغرب تمانية تمانية ونص صلى المغرب تمانية ونص لغاية يعني يعود له كده أكتر من ست ساعات أو ست ساعات طيب ست ساعات دي ربع يوم ربع يوم كتير؟ آه كتير اليوم ما بيتقسمش بالطريقة دي اليوم بيتقسم عبارة عن ثلاثة الصحة ربع تلت اليوم بالصحة للنوم والأكل والشرب طيب والتلت التاني للأهل والعبادة والعلاقة بربنا والتلت التالت للعمل للتأسيمة لو بازت التأسيمة دي اليوم باز نعيد التأسيمة دي تاني تأسيمة الأولانية البدن والصحة تمان ساعات على الأقل تمان ساعات تمان ساعات دي تشمل ايه؟ على الأقل ستة نوم واتنين أكل والشرب وتمان ساعات عبادة والعبادة دي عبادة منزلية إن أنا أقوم بما يسعد أولادي ويحافظ عليهم وأجلس معهم وأصلي وأصوم وأعمل كل الكلام ده ده التلت التاني تلت الأهل وبعد كده فيه ايه؟ التلت بتاع الشغل تلت الأهل ده بيبقى فيه الصلوات وفيها قيام الليل وفيها المحبة وفيها قيام خدمات الأهل وفيه تمن ساعات بتاعة الصلاة بتاعة الشغل تمانية 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 فين بقى الشوائي بتاع الفصلان دول أنا أقول حاجة المفروض إن من وسط التمن ساعات بتاعة الأهل التمن ساعات دي هي تمن ساعات العلاقات يدخل فيها الفصلان هنا يعني الفصلان في الأساس بيكون مع الأهل تبقى الأصدقاء يدخلوا في التمن ساعات بتاعة الألاقات دول طيب إيحكم الزوج بقى إذا كان التمن ساعات دول بيتاخدوا كلهم للأصدقاء ويترك الأهل أكيد اللي بيعمل كده داخل في قوله في ناهي رسول الله سلم وفي الإثم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يعني إيه اللي حاصل يعني ده خطر اللي أحداك بتحكيه ده ده مجلبة للفتنة فالرجل اللي بيعمل كده بيفتن أهل بيته بيفتن أولاده بيفتن أولاده بيفتن كل من حوله بيفتن كل من حوله بيفتن أولاده بيفتن كمان زوجته ويضيع كل ما يجب أن يكون عليه وعشان كده مسألة بسيطة عايزين نعمل إيه نعمل ببساطة خالص نظام النظام إن احنا نعيد جدولة هذه العملية العملية دي بهذا التصور حرام لأنها توقع صاحبها في أنه يضيع من يعول والله لو قلت إن دوات أريح لي من إن أنا أعمل مشاكل مع زوجتي لا الأريح إن أنت تسحلي مشاكل مع زوجتك طيب والله ده أحسن من إن أنا أروح أشرب مخدرات لا الأحسن إن أنت تصلح بين زوجتك وما تشربش مخدرات فأنت ما تخيرناش ما بين إيه ما بين السيء والأسوأ لا ده حرام أنت لازم تعمل ببساطة خالص إن أنت تحافظ على أهل بيتك وذلك لازم تكون أنت بتعمل الكلام ده يبقى الحل إعادة جدولة هذا الأمر ويحصل ثلاث حاجات أول حاجة جلوس ومصارحة الزوج يصارح بأنه هو بيهرب من البيت فيصارح الزوج بده وهي تتفق معاه على إنها تجعل البيت بيئة مناسبة للمشاركة ثم نتفق مع بعض على ما يمكن من خلاله نجدد في حياتنا وشوفوا حلقات التجديد الحياة اللي إحنا بنتكلم عنها التجديد الزواج لو سمحتم رجعوا الحلقات اللي إحنا عملناها آخر حاجة لو سمحتم لازم كل البيت يشترك في الحوار ده لإنه في حاجات كتيرة لإحنا بنتكلم عنها بيقول أولاد شايفنا ولازم هم ببساطة خالص يكونوا داعمين لفكرة التغيير في حياتنا كلنا وده شيء مهم جدا 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 السؤال اللي بعد كده بيقول إيه جوزي بيرسل لي أموال الصدقة وأنا أهلي على قد حالهم فأعطيهم من الفلوس دي بس مش بعرف جوزي علشان شكلي قدامه ومش بعرف ومش بعرفهم إن دي صدقة هل دا حرام إن أنا أخبي على جوزي إذا كان زوج حضرتك قال لك إن الفلوس دي صدقة للمحتاجين ومنبهش عليك إن أنت ما تتديش منها لأهلك وإن الصدق وإن أهلك فعلا محتاجين آه يا جوز إن أنت تتدي لهم لإنه هو فوضك في ده وإعطائك لأهلك بالعكس ده ممكن يكون أكثر ثوابا يعني أنت كده ادخلت نفسك في الثواب ويتحقق المراد فاللي أنت بتعمليه ده حلال ومش حرام ومين قال يا جماعة أننا لما نجي ندي الصدقة للناس لازم نعرفهم أن دي صدقة أبدا يبقى إذن أنت إذا عطتيهم الفلوس وحصلوا عليها وما عرفتيش زوجك ده جائز هيفضل بقى سؤال بس هم بيحسوا أن الفلوس دي من عندي أنا أنت بتصراح بأن الفلوس دي من عندك لا ما تقوليش ما تقول لهمش لا تخبرهم كذبا تقول لهم الفلوس والله دي من فلوسي أنا الشخصية ما تقوليش كده لأن ده مش حقيقي ده مش هو ده مش صدق لكن لو أعطتيهم الفلوس وأخدوا الفلوس دي وردوا بيها فده جائز وليس فيه أي شيء يبقى ده مباح هل يجب أن أنا أقول لزوجي أن أنا ديت الفلوس لأهلي لا ما يجيبش عليه إلا في حالة واحدة إلا إذا كان هو نبه عليك أن أنت ما تديش الفلوس لأهلك بأن أنت محتاج أن أنت تتفق معه الأول خلص أن أنت هتديها لأهلك لأنهم محتاجين يبقى إذن إذا عطتيهم المال ليس هناك حرمة في ذلك لأنهم مستحقين لهذا المال وهذه الصدقة وخاصة لو كان من الصدقة وما كانش من الزكاة السؤال بعد كده بيقول السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته أنا متجوزة أربع سنين معايا ابني سنتين ونص وجوزي مد من مخدرات وأتعالج كتير وبيرجع تاني وأهله كل مرة بيشتكوا ويطلعوا مبررات ده غزب عنه ده مرض وأخذ حاجاتي كلها باع على الشرب وآخر مرة كان بيتعالج أمه ضغطت علي علشان أدفع معاه الإيجار المكسور من شغلي ودفعت واستحملت منهم بهدلة وإهانة وضرب عشان ابني وأنا مليش حد يقف معايا ودلوقتي هو خرج من المصحة وابتدى يرجع تاني لمخدرات وأنا سبت البيت ومحد السأل فيه وهو مش عايز يطلق وأنا تعبت من بهدلته وإهماله وعدم مسؤوليته للبيت بيت ولينا أعمل إيه السؤال ده السؤال ده متكرر وهو سؤال في غاية الصعوبة إيه صعوبته صعوبته أنه محتاج في الحقيقة أنه نحن نقف بجدية على هذه الحالة وإلى أي مدى وصل هذا الإدمان وإلى أي مدى الشخص ده مسؤول عن تصرفاته ولا لأ وعشان كده أنا شايف أن السؤال ده عشان أقدر أجاوب عليه بشكل صعيح لو سمحتوا أنتو الاتنين تواصلوا معنا وتعالوا نتكلم بشكل دقيق جدا جدا في مركز الإشارة الزواجي لأن احنا لو ما عملناش كده احنا ممكن نقول كلام يضر ومش ينفع لما ما نقس بشكل صعيح مدى الضرر الواقع على أطراف الزواج ده لأن في الحقيقة الإدمان في الحقيقة مخيف الإدمان مرعب الإدمان مدمر وعشان نقدر نعرف ده ممكن يوصل إلى أي حد من التدمير ده محتاج مباشرة أن احنا نشوف الناس بمباشرة أي حد عيجاوب على ده من غير ما يشوف الناس ويقيس احتمال كبير يكون ظلم الطرف من الطرفين يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على الهجرة وأنا بطلب من الناس اللي عندهم بلوى الإدمان وبلوى أن هما بيصرفوا على نفسهم وفي ملزاتهم وفي طاعة هواهم أن هما يخلي بالهم أن هما مسؤولين عن بيوتهم وأن أول ما يوسأل عنه العبد ما استرعاه الله تعالوا نفتح صفحة جديدة وتعالوا نتكل على الله وعلى مدد ربنا عشان نفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب العون والمدد وربنا سبحانه وتعالى من بنساش حد حتى ولو كان أسائل أدب مع مولانا حتى لو كان هجر رحمة مولانا ربنا سبحانه وتعالى لم يهجره وسيفتح له أفاق وسيفتح له الأبواب فتعالوا نبتدي مع هذه السنة المباركة نبتدي حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ونستقبل مدد الله ولا تيأس ولا تحزن لأن الله معك تعالوا نتوكر عن ربنا فربنا سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة وأبدا ما أغلق بابه أمام أحد مهما كان منه يا رب العالمين أعننا واجعلنا واثقين من أنك تعطينا وتكرمنا وأن مددك من قطع عنا أبدا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين